النجم طبعا كبير من نجوم الدوري الإنجليزي تقلق بشكل كبير مع نيو كاسل يونايتد وتقلق أيضا مع توتنهام وبالمناسبة حتى بعد رحيله عن توتنهام بعد موسمين يمكن قضاهم في صفوف فريق كواحد من المهاجمين الرئيسين أرقامه في الدوري الإنجليزي أكتر من رائعة تولى مهمة التكنيكال دياركتور في توتنهام لفترة طويلة جدا يمكن حوالي أكتر من 300 مباراة كتكنيكال دياركتور في توتنهام مشتغل مع أسماء كتير جدا هو ضيفنا في أستدسة فتكرت فلافيو فاكرين فلافيو المهاجم الأنجولي الليعب اللي شايف يعني أو العيش الفترة دي مع النادي الأهلي فكرني ليس فردن بفلافيو طبعا بس على مستوى الدوري الإنجليزي خلينا نستقبله ونرحب به بشكرك طبعا على وجودك معنا أهلا وسهلا بيك في أستدسة وبشكرك على وقتك وعلى مشاركتك على قناة الأهلي شكرا على استضافتي في قناتكم أنا سعيد كذلك لتوجدي معكم يعني مش عارف قتيحة ليك الفرصة أنك تسترجع معنا جزء من لقطاتك وإبداعاتك في الدوري الإنجليزي يمكن أغلبها كان مع نيو كاسل يونايتد لكن أنا عرف كمان أنتعلقت بشكل كبير جدا مرحلة توتنهام كانت بالنسبة لك مهمة جدا وكنت متقلق فيها بشكل كبير جدا مع الفريق اللندني نعم قد استرجعت بعض الذكريات خصوصا في الأول أول هدف لي مع نيو كاسل رقم 9 كان رقم كبير أن أرتديه حينما خطت أول مباراة مع نيو كاسل حينما نزلت إلى أرضية الملعب مع نيو كاسل كان حدثا رائعا كانت فترة ممتعة لي في مسيرتي الكروية التجربة الأفضل بالنسبة لك على مدار مشاركتك أو اللعبة في إنجلترا كانت توتنهام أو نيو كاسل بالطبع أستطيع أقول أن نيو كاسل كانت الأبرز لأنني أتيت إلى توتنهام كولاد صغير وكان حلمة بالنسبة لي ولكني قد تقلقت بالفعل مع نيو كاسل خلال موسمين فقط يمكن في الفترة اللي أنت لعبت فيها كان نيو كاسل من الفرقة الكبيرة غاب أو ابتعد لفترة طويلة جدا وخرج حتى في فترة من الفترات للدولة الإنجليزية ثم عادة مرة أخرى وكانت عودة الحقيقة مبشرة جدا في البداية شايف إزاي عودت نيو كاسل مرة تانية وشايف إزاي تراجع مستوى في الموسم الأخير وإمتى ممكن يرجع ينافس مرة تانية على الألقاف في إنجلترا نعم في فترة لعبي كان نيو كاسل فريق كبير وفريق جيد جدا وكان ينافس على البطولة ولكن خلال فترة الإدارة الماضية النادي كان يحتاج إلى تجديد الآن لدينا أموال جديدة لدينا لعبين كبار أسماء كبيرة تناسب اسم نيو كاسل نعم الجميع كان يتوقع نيو كاسل أن ينافس أن يكون من الأربعة الكبار في إنجلترا هذا الموسم ولكن في البداية في البداية قد أنفق نيو كاسل الكثير من الأموال أن ينافس ليصل للشامبينز ديج لينافس في الدور الإنجيز ولكن لسوء الحظ لم يصل في هذا الموسم لمبتغى قد خسرنا بسبب الكثير من الإصابات إذا حل بأي فريق هذا الكم من الإصابات فأستطيع أن أقول أنه سيتأثر خلال سنتين أستطيع أن أقول على الأكثر أن فريق نيو كاسل سيعود كما حدث في العام الماضي كما تعرف أن نيو كاسل وصل لكاسل دوري قبل النهائي وقد تأهل لدور الأبطان والجميع كانوا يتوقع لنا هذا ولكن لم يحدث هذا لنا وقد حدث نفس الأمر لليفربول الكثير من الإصابات قد أثرت على الفريق في اليوروبا ليج نعم لنضع الكلمات في نصادها فإن نيو كاسل قد خرج بالفعل بسبب خطأ أخطاء تحكيمية لم يكن هذا الموسم الذي نتمناه كجمهور نيو كاسل ولكن نتوقع في الفترة القادمة أن تقل هذه الإصابات وسنرى فريق أفضل لنيو كاسل خليمي أسألك يمكن كان واحد من أكثر أسرار المتعة في الدولة الإنجليزية هو القدرة كبيرة جدا على الفرق كلها على المنافسة يعني كل سيزن بنشوف فريق ممكن يبقى من القوات التقليدية بنشوف فترة من فترات المان يونيتد بنشوف فترة من فترات الأرسنال ليستر بيطلع بيفوز بالبطولة تشيلسي دايما مرشح ليفربول بيكسب اللقب لكن في الأربع مواسم الأخيرة سيطرة واستحواز بشكل كامل من المان سيتي هل بتشوف أنه المسابقة والمنافسة في بطولة البريمير ليج بقت ضعيفة هل بتشوف أنه السيتي وسيطرته على لقب البطولة لمدة أربع مواسم ممكن أن يستمر ولا شايف أنه فيه فرق ممكن ترجع تنافس فيه فرق تانية ممكن ترجع تفوز باللقب في المواسم المقبلة نكلم على اليونيتد نتكلم على تشيلسي نتكلم على أرسن نتكلم على ليفربول نتكلم حتى على توتنهام ونيو كاسل نعم أعتقد أن منشستل سيتي هو المسيطر الآن على الدورة الإنجليزية في آخر أربع سنوات فازوا بالبطولة أربع مرات متتالية هذا لأول مرة في تاريخهم بالتالي أعتقد أن هذا العام والعام الماضي كان قريبين من الأنديل الأخرى أعتقد أن أنديل الأخرى كانت على بعد خطوة كليفربول وأرسلل كان على بعد خطوة واحدة من منشستل سيتي لم تكن لتعرف خلال آخر ستة أسابيع في العام الماضي والعام الحالي من سيفوز بالدور الإنجليزي وهذا لا يحدث كل عام مع منشستل سيتي هذا يعني أن المنافسة كانت قريبة ليفربول خسرة في الأشواط الأخيرة من البطولة وقد رأينا ليفربول ينافس حتى اللحظات الأخيرة في العام الماضي أعتقد أن البطولة تزداد قوة أعتقد أن أنديل الآن تدعم فرقها وتصرف الكثير من الأموال من أجل هذا الهدف أرسلل قد فعل ذلك تحت خيادة مايكل أرتيتا وأيضاً ليفربول أستطيع أن أقول أن ليفربول قد خسر يوركن كلوب ولكن أستطيع أن أقول أنه الآن سيكون تحت قيادة مدير فني رائع أرني سلوت فبالتالي وكذلك نفس الأمر بالنسبة لتوتنم الفرق تزداد قوة منشستر سيتي يجب عليها أن يكون أقوى في الموسم القادم لا نعرف من سيفوز بالدوري أعتقد أن المنافسة تزداد قوة ولكن منشستر سيتي بالفعل هو المسيطر الآن على البطولة طيب إذا كنا دخلنا في إطار دعم الصفوف خلينا أسألك عن الأخبار المتعلقة بالمركاتو خصوص الانتقالات اللي يمكن ترددت بعض الأسماء في بعض الأسماء في إطار التفاوض في بعض الصفقات حاصمت بالفعل الكلام على رحيل مثلاً نجم اليونيتد برونو فرناندس للأقرب طبعاً حسب ما تامل عنه أنه باير ميونيخ عنده رغبة كبيرة جداً في التعاقد معه استهداف الأرسنال لبنجامين سيسكو كنت كلمت مع حضراتكم عن بنجامين سيسكو واحد من المواهب الوعيدة مهاجم الحقيقة على أعلى مستوى بيلعب في مهاجم سلوفيني بيلعب في لايبزيج لألماني أعرف منك أهم الصفقات المتوقعة والصفقات التي تم الإعلان عنها بالفعل في الأندية الإنجليزية أعتقد أن هذا الوقت من العام هو الوقت الأصعب بالنسبة للأندية والنسبة لللاعبين لاتخاذ القرار أعتقد أن السبدال اللاعب بمركز مكان مركز أمر صعب فنبالك باستخدام لاعب جديد على الفريق فالأندية الكبيرة تنفق الكثير لتحضر هذه الأسماء الكبيرة وتحافظ على النزاهة المالية كذلك فبالتالي يجب أن يكون هناك توازن بين الأندية سيكون هناك بعض الانتقالات المثيرة للاهتمام ولكن المال سيتحدث من سيستطيع أن ينفق أكثر ولكن انظر إلى مانشيس رايتد هم يحتاجون الآن أربع أو خمس لعبين ليعوضوا الخسارة التي ستحل بالفريق في الموسم القادم ولكن المال هو من سيحكم على الأمر في نهاية المطاف كم سيصرف الفريق بس اسمح ليعف معك في النقطة دي يعني احنا شفنا تجربتين يعني أعتقد أنه على مدار سنين طويلة جدا كان نادي مانشيس رايتد الأكثر انفاقا ومع ذلك فشل في الحصول على أي لقب باستثناء طبعا لقب كسر الاتحاد في الموسم الأخير تشيلسي أيضا كان الأكثر انفاقا في الأندية الإنجليزية في الموسم الأخير ورغم ذلك فشل في الحصول على أي لقب أو على أي بطولة نعم نعم لا يتوافق مع ما قلت تحديدا ولكن لم يكونوا سيئين لهذه الدرجة يجب أن يكون هناك صبر على هذه الصفقات بالنسبة لي فريق كأورسنل حينما استقدم أورتيتا في البداية لمدة ثمانية عشر شهرا أن نادي تحلى بالصبر واستخدم العديد من الصفقات وكذلك الأمر بالنسبة لشلسي النادي الآيان تحت خيام بوتشتينيو يجب عليهم كان يجب عليهم أن يصبروا مع هذا المدرب الشاب مع هؤلاء اللاعبين الشمام كما حدث وقد قالها من قبل جاري نيفل عن مانشستر اونيتد مانشستر اونيتد الآن فشلسي الآيان هم مليونيرات ولكن يجب علي الفريق أن يصبر عليهم هم فريق شاب يجب عليهم أن يصبروا على الاندماج اللازم لهؤلاء اللاعبين فالكثير من الأموال التي صرفت تحتم على الإدارة الصبر فالدور الإنجليزي عموماً يحتاج إلى الصبر ويحتاج إلى المثابرة فنادي كمانشستر اونيتد ربما لديهم الفرصة لمنافسة مانشستر سيتي بعد ما رأيناه في البطولة الأخرى وأنا أتكلم معك على المركات ولازم أتكلم معك عن الصفقة الأهم الصفقة التي طال انتظارها لأكثر من أربعة أو خمس مواسم والتي تم إعلان عنها طبعاً وحسامها الريال فقط انتقال كيليا نيمبابي نجم فرنسا ونجم البي أش جي لريال مادريد ازاي بتشوف الصفقة دي وازاي بتشوف مستقبل مبابي مع الريال اعتقد كما قلت أنها هي الصفقة التي كانت يتوقعها الكثير لكم من السنوات لا نستطيع أن أتذكر أربع أو خمس سنوات ننتظر كل عام كيليا نبابي في ريال مادريد ولكن في النهاية في النهاية الأحلام تحققت حينما تنظر إلى ريال مادريد كفريق شاب فريق مليء بالمواهب فريق استطاع أن يحقق كل ما أراده ربما الآن نبابي هو الأفضل في العالم انضم لريال مادريد اللاعب الذي يتمناه كل فريق في العالم وانضم للنادي الذي يتمناه كل لاعب في العالم أعتقد أنها أفضل خطوة لأي لاعب في العالم ما فعله كيليا نبابي أنت لعبت في فترة كان العالم كله الحقيقة كل الأندية كل المنتخبات عندها مهاجمين من العرى التييل والبروفايل بتاع المهاجم في الفترات دي كان مختلف يعني لما تكلمك على مهاجم مثلا زي ماركو فان باستن لما تكلمك على باتيستوتا لما تكلمك على رونالدو نازاريو وغيرهم طبعا من الأسماء البروفايل المهاجم المتكامل مش شايف أن البروفايل ده النهاردة بقى عملة ندرة يعني لما تكلم على أبرز أو أهم المهاجمين في العالم النهاردة هقول مثلا إيرلينج هالند هقول كيليا نبابي هقول حتى ليفندوفسكي أو هاري كين ما أعتقدش أنه بقى فيه مهاجم منهم ممكن يتخارن مع الأسماء اللي أنا ذكرتها من شوية لسوء الحظ يجب علي أن أكون محايدا لكن لا أستطيع أن أكون كذلك فهاري كين الآن هو مهاجم متكامل يلعب باليسار يلعب باليمين هو يلعب بالرأس هو مهاجم يوجد به الكثير من ميسي من رونالدو هو أصبح متكاملا ولكن إذا أعطيته الفريق المناسب أعتقد أن كل فتاة في العالم حتى في العالم العربي الكل كان يتطلع لرونالدو يتطلع لميسي يتطلع لأي لعب غير المهاجم الصريح فاللاعب المهاجم الصريح لا يتحل بشهرة لازمة ويشق طريقه بصعوبة عكس ما كان في الماضي عكس ما كان المهاجم التقليدي في الماضي أعتقد أن المهمة أصبحت أصعب أعتقد أن الجميع يرى أنه مركز مناسب ولكن هاريكين استطاع أن يحقق المعادلة الأصعب أن يكون المهاجم التقليدي وأن يكون المهاجم المتكامل في الدور الإنجليزي أعيز أروح معك للمشوار الريال أعيز أروح معك لمشوار الريال في بداية المباراة أو في التلتين المباراة أفضل بكتير جداً وكان الأعرب للتحقي اللقب نعم أنجلوتي الآن ومسيراته في الشامبينز ليج كلاعب وكمدير فني هو لا يضاهى بأحد هو الآن من الصعب أن ترى أنجلوتي يتغير من سيكون بديل لهذه المسيرة الرائعة أعتقد أن ما حققوا بالفوز بدور الأبطال هو أمر مذهل في النهاية الجميع كان ينتظروا ليفوز بدور الأبطال لم نتوقع أقل من ذلك من ريال مدريد أنجلوتي الآن مع فريقي أنا أتذكر حينما كنت ألعب وكنت أسمع عما يحدث مع مين أنجلوتي خلال غرفة خلال الملابس هو يحفز الجميع هو يستطيع أن يسقي اللاعبين التكتك الخاص به ولكن أستطيع أن أقول أنه المدير الفني المتحكم المدير الفني القادر على فرد وجهة نظري لديه الوصفة الخاصة به مع كل فريق كل مدرب لديه الوصفة الخاصة به ولكن أنجلوتي لا أستطيع أن أتكرر في التاريخ رغم وجود لعبين على أعلى مستوى في كل الخطوط وفي كل المراكز الريال إلا أنه الكل متحفز على شكل ونوعية الكورة اللي بيقدمها الريال هل تعتقد أنه مع وجود كيليان مبابيه يتغير شكل الفريق يعمل التأثير أو يقدم المستوى اللي ممكن يغير من طريقة واستوب لعب ريال مدريد في الموسم المقبل وإلا أنجلوتي يحافظ على المدرسة الإيطالية اللي بتميل الدفاع وخطف الفوز زي ما شفناه بيحصل كتير جدا السنة دي سواء في الليجة أو أكتر في تشامبيونس ليج بصراحة أعتقد أن وصول كيليان مبابيه سيجعل من غرفة الملابس أقوى سيجعل الفريق أقوى سيقدم كرة قدم أمتع وسينافس ليفوز بدور الأبطال هو أتى ليفوز بدور الأبطال فبالتالي أستطيع أن أقول أننا سنرى ريال مدريد كما كنا نراه في الماضي أستطيع أن أقول أن الناس كلها تعرف أن الفريق الآن فريق متوسط أعماره خمسة وعشرين عام فريق شاب جدا سنرى كرة هجومية أفضل أعتقد أن باقي أوروبا ستعاني أمام ريال مدريد يعني مش بالضرورة ممكن يكون الموضوع لي أثر سلبي وشوفنا دا بيحصل كتير وأنت أعتقد اشتغلت لكاليك تجربة في بي أس جي يعني في فترة وجود ميسي وديمارية ونيمار ويمبابي كان الحديث الدائم عن الحجم المشاكل الكبيرة جدا اللي بتحصل بين أسماء من العير التقيل والنهاردة بنتكلم على نجوم أيضا في الريال لا تقل مكانتهم عن السلاسي اللي كلمت عنه بنتكلم على جود بيلينجهام واحد من أروع المواهب في أوروبا الإنجليزي الدولي طبعا عندنا فينيسي جونيور مع وجود كيليا نيمبابي أعتقد أنه هيكون صعب على سيطرة بالإضافة طبعا لكتيبة أخرى من النجوم لكن السلاسي دول تحديدا حجم المنافسة بينهم النجومية في نادي زي الريال أعتقد هيكون صعب جدا السيطرة عليهم نعم نعم أنت محق تماما كنا نرى الجلاكتيكوس دمان مع ريال مدريد كان فريق مميز هو الأفضل في العالم أفضل الأسماء في العالم ولكن أنشلوتي الآن لديه الطريقة الخاصة لإدارة هذه الكوكبة من الأسماء ليدير غرفة الملابس الآن ليدير هؤلاء اللعبين الشباب ويرظم العلاقة بين هذه الأسماء فبالتالي إذا كنت تسألني عن الرأي الخاص أعتقد أن كبت أو كبح الغرور الخاص بهؤلاء اللعبين الشباب كما رأينا مع شاومني من قبل فبالتالي سنرى أو إذا لم يحدث أي عدم احترام للمدرب إذا كان هناك التقدير اللازم للمدرب سيكون هناك التحكم الأمثل فإذا تغير المدرب إذا تغير الجهاز الفني كله سنرى نفس النظام داخل غرفة الملابس طيب بعيدا عن المدرسة الكلاسيكية وإنت يمكن كنت تكنيكال ديراكتر في توتن هام وبعيدا عن قصة الإمكانيات والنجوم اللي بأرقام خيالية والأسماء الأندية الكبيرة اللي عندها قدرة دايما على المنافسة في تجربتين النهاردة يقال أنهم أحدثوا ثورة في عالم التدريب في أوروبا تجربة الأولى هي تشابي ألونسو مع باير ليفر كوزن والتجربة التانية اللي أثرت كتير من الأعجاب الحقيقة تجربة تياجو موتا مع بولونيا في إيطاليا هل بتشوف أنه إحنا على عتاب ثورة في طرق حديثة أو طرق جديدة في كرة القدم؟ يعني تياجو موتا الحقيقة مثلا بيعتمد على طريقة 272 وهي طريقة كتفعالة جدا ونجح في تطبيقها وتحقيق أرقام كياسة جدا بها في الدوري الإيطالي تشابي ألونسو أحدث فارق وتحول 180 درجة مع باير ليفر كوزن بل أنه استطاع أنه يحقق اللقب دوري ألمانيا وكاس ألمانيا السنادي في فريق تقريبا يعتبر خلي من النجوم رأيك إيه في التجربتين دول تحديدا؟ لم أسمع جيدا؟ خليني أقول بعيدا عن الأندية الكبيرة في تجربتين لفتوا الأنظار تجربة شابي ألونسو مع باير ليفر كوزن وتجربة ساجو موتا مع بولونيا هل تعتقد أنه إحنا في جيل جديد من المدربين أو المدير الفنين بيقدموا فكر جديد صورة جديدة في عالم كورت القدم؟ زي ما عمل جورديولا من بداية تجربته مع البرسا؟ أعتقد أن كلا الفريقين قد استطاع أن ينافسه بشكل كبير هل هذا السؤال؟ تقصب بالتحديد تجربة ليفر كوزن ليفر كوزن مع تشابي ألونسو نعم ليفر كوزن مع شابي ألونسو و بولونيا مع تياغو موتا و بولونيا مع تياغو موتا مرحبا، أعتقد أنني أردت الألونسو هنا تشابي ألونسو نجح مع باير ليفر كوزن بعد ما كان الفريق في مرحلة معاناة تطلعاته لم يكنتش حتى مجرد المنافسة أو التأهل لمقعد أوروبي نجح في الفوز والتتويق بالدوري الألماني على حساب دورتموند و لايبزيج و باير ميونيخ وأيضا نجح في تحقيق لقب الكاس ووصل نهائي لأوروبا ليج نعم، نعم، بالطبع مثال عظيم، مثال حي على ما كنا نقوله عن المدرب كلنا نعرف المثال التقليدي في ألمانيا هو باير لي ميونيخ الذي يفوز بالدوري كل عام ولكن، الآن لدينا مدير فني شاب شابي ألونسو استطاع أن يؤدي عملاً رائعاً مع باير ليفر كوزن بكوكبة من اللاعبين ليسوا مشهورين ولكن قد ضرب مثالاً كبيراً في الالتزام العمل كوحدة واحدة الالتزام داخل الملعب وفي غرفة الملابس وفي كل مباراة نعم، هو مثال مذهل للمدرب الناجح ليفر بول الآن كان يجب عليهم استخدام هذا المدرب ولكن، المدير الفني الحالي الآن أرنس لوت، أستطيع أن أقول أنه سيؤدي بشكل رائع كما فعل تشابي ألونسو مع باير ليفر كوزن ليس فردنان، بشكرك شكراً جزيلاً واتشرفت بمجودك معي في السادسة، شكراً جزيلاً على مشاركتك معنا كل التوفيق طبعاً لإنجلترا واحد من المنتخبات الكبيرة اللي هيدخل في بطولة اليورو بطولة اللي هنتظرها طبعاً بفارغ الصبر بعد انتهاء الموسم لكن، خليني أقول لكم والحقيقة دول يستحقوا أن إحنا هنتكلم يمكن أنا تطرقت ليهم في حديثي مع عليس فردنان الحقيقة تياجوا موتا، يمكن طبعاً الدوق تسلت بشكل كبير جداً على تجربة شابي ألونسو والتحول والنجاح الكبير جداً مش بس على مستوى الأرقام ونتاج، على مستوى الكورة